التصوير الانتاج السينمائي ايوه انا كوزارة مش معني بي بشكل مباشر ولكن معني بي بشكل غير مباشر ولكن من خلال ترقصي للجنة استعرضنا هذا الملف كمان وكان معانا المعنين بهذا الملف بشكل اتاسي وهم المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ووزارة الثقافة المصرية ومدينة الانتاج الاعلامي وهيئة الاستعلامات واعدنا كلنا وتوافقنا على التالي فضل ان احنا هنعد قانون هنعرض على مجلس الوزراء للموافقة على اعداد قانون خطوط العريضة التالية واحد مقر واحد له افرع ممكن في بعض المدن كمان تمام لا يتعامل المصور الا معه فقط اللي هي الجهة المنتجة تقصد المصور ايه الجهة المنتجة انا اقصد الجهة المنتجة نعم اتنين للموافقة للموافقة يا سيد الوزير لا يا فندم حقيقة مش هتتعامل الا معاه هو بس حقيقة حتتعاملي اصلا والتوجيهات اللي عندنا من غير ما تيجي اصلا لو انت اجنبية حنعملك تعملي لكل الدوكومنت اللي عند حضرتك من قبل ما تيجي وتقدم وفقتك قبل ما تيجي من جهة واحدة اقصد جهة واحدة ملهاش تاني حقيقة لنت تعاملي الا مع جهة واحدة الجهة واحدة دي قدام وورا بقى الجهة دي اللي هتجري ما بين كل اجهة الدولة كل واحدة تعمل اه واجباتها وتاخد اه تصريحاتها ومستناناتها المطلوبة وكل حاجة وعلى شكرة الناس ما عنداش مشكلة تيبعث المستنانات والباسفورات وال والفيلم وال لا لا خالص هي الناس بتدعم انهم بيروحوا يتكلموا مع ناس كتير بالزبط المرة ليش هتكلموا الا مع مكان واحد فقط المكان ده ليه وظيفة واحدة ان يجيب لهم كل موفقات الدولة ويديها لهم ياخد منهم اجمالي الرسوم هو وهو ليوسحها من وراء بعد كده ثلاثة ان يحدد مدة زمانية خليني اتوقف عندي اجمالي الرسوم ده لسه غير متفق علي لا ازاي يعني كل جهة بتاخد رسوم نعم مشكلة الناس مش في الرسوم احنا الاسعار عندنا مش غالية المشكلة مش في الرسوم تصوير تصوير الداخلي على مستوى السينما وعلى مستوى الدراما عندهم مشكلة في ارتفاع اسعار ان هم يصوروا في الاماكن ماكن اللي هي ايه حضرتك نعم اماكن اللي هي ايه اماكن سواء شوارع سواء اماكن سياحية سواء في الميل سواء سياحية انا اقول لحضرتك بالنسبة للاماكن الاشارية اللي انا معني بيها حضرتك الانتاج دي جيسة عندي أنا تحت في وزارة الأسار في الزمالك في الدرور الأرضي 50 ألف جنيه في الشهر بيصور 30 يوم ببلاش بـ 50 ألف جنيه في الشهر يعني اليوم بـ 1600 جنيه تمام هنا باب نكلم على أي انتاج سواء سينمائي درامي تسجيلي أي انتاج أي انتاج معادة البرامج الحوارية المحترمة عشان نشجعها دول بيدفعوا بضع مئات قليلة جدا عشان دول بريهم دور مختلفة لا البرامج غير الانتاج السينمائي والفن أنا باتكلم على الانتاج السينمائي بقول لحضريك الانتاج السينمائي المصري لو عايز مني شهر الشهر بـ 50 ألف جنيه تمام ودي عمرها ما حصلت ومفيش ما تفكرش وقدر أعمل تحقيق أكثر بين كده تمام والانتاج الأجنبي بـ 150 ألف جنيه عـ 8000 دولار تمام طبعا فأنا الناس كلها المنتجين لكن أنا دخل مكتبي كبار منتجين العالم نعم وأنا وزير أثار كانوا دايما بيقولوا بيكون المشكلة عندنا مش الفلوس ولا مشكلتنا الأثار تعدد جهات الموافقة والشوارع والأماكن العامة وكل جهة لازم يروحولها فده الهدف من الكيان اللي احنا حننشئه طب الكيانان ده ليه ما طلعناش قرار بيه النهار ده عشان كل جهة من اللي بتاخد التصريح مش عامل كده ابتهاد ده قانونها بيلزمها بكده فعشان أسحب بقوة القانون الصلاحيات دي من كل الجهات وجمعها في شباك واحد يحصل عنهم الفلوس لازم يكون بنفس قوة الأدات التشريعية وهي قانون فالأجل نطلع القانون والتوجيه كان دولة الوزراء النهاردة البدء صورا في إعداد القانون فلسفة قانون شباك واحد لتحصيل الموافقات والرسوم كلها عمل تحفيزات لتحفيز الإنتاج السينمائي الأجنبي والمصري نعم للتصوير بكثة الأماكن ومن الآخر يعني التوجيه أني بعلنهج اللي احنا عملناه جوه القثار أنه باشل مرة واحدة رخيص والناس تنساني بعد كده إن شاء الله هنعمل البلد كلها بنفس الطريقة بإذن الله شاء الله شكرا